تصنف عالمياً في الأنجل. السلام عليكم جميعاً. طبعاً أعيد وكرر طبعاً شكري لدكتور سامي بي وسعيد دائماً أنا باجي لإخواتنا وزمالها لكترة العلاج الطبيعي. نحن شغلنا ملنوش قيمة من غيركم وأنتم مش بتحسنوا شغلنا أنتم ممكن بتداروا كثير من نحن نحتاج أن نكون صحيحين عن هذا. أنا أيضاً سعيداً من عشرين سنة لما فديت رحلة الفوتنانكل، كثيراً محمد سرحان يمكن كان يحضر معنا في العظام. اذهب إلى تحسن أنا جاور في فتنانكل حسناً، ساعدت للخصائف أحتاج إلى أن أقول أسفلتها بس هم لا يشعلها بها هذه المتحدة أو أي حاجة أتشكر ترسامي بي كان طلب مني أن أوري شوية حالات هو سمها قمبلس قمبلسة ويحييات باد من واحد شاف دكتور جمل بيه طبعا هو بيشتغل الفيدياترق ويشتغل الفيدياترق ويشتغل الفيدياترق فطبعاً، هذه ليست قمبلسة أماماً بس، على الأقل في الهدى والأمام، هم قمبلسة قمبلسة. نبدأ، الأولى هي هي عمرها 63 عام القلصانيس اسفتتها الفسلينة بالغس هناك مشكلة في تلسط حولها القدرة التي لم تكن لها لكنها لا توجدها لكن مع التنسي انظر على خطة من المحولة المش سيما شاي فينة تصبح لها جهازة كاملة في تلسطة وقد عملنا لها محطة عملنا لها جيدا وقد عملنا لها محطة كانت من شعورة المشي لكن ولكن الحمد لله ربنا يسر الحال we also treated الكالكينيس الفسطينيس رجع TTC nail TPO talo الكالكينيال nail that intraoperative you cannot leave the table without making sure the patient is almost near anatomical ودي الپري will post here she's only three months مدرش three months it's the first case I just wanted to show you ولكن to regain a planty great foot for her is something that I think I hope she will do well with الكيس التانية different شوية 20 year old he's a professional goalkeeper بيالعب دراجة أولا فمصر وهو يعني منتخب حصلت له حدثة تم روح البلد عنده وركب ميكروبس وحصل له انجري في كل التندن الانتير فلكسور اتناكولم تحت الالكسور اتناكولم التبعاليس انتيري extensor حاليس لونغس وفلكسور ديجيطورم لونغس وطبعا عنده goalkeeper يعني كل شغله نط احنا نحن نحن بعد الالكسور وابد الالكسور وابد الالكسور رتناكولم والحياء ايه وقد قلت لها مرة أخرى في ثلاثة توقفه أنا سيمان أن أخذت أخرى من خلاص وضعه و الحمد لله رجع يلعه أخرى ولكن أعتقد أنه يجب أن يجب أن تعرف عن حيث تنظر الطريق أبداً لكي تحصل على تنظر ايضاً للعبارة ثاني فرصة هي هي 50 عامة عدها حلوكس فالبس هذا المبكس ليس كمعجس ولكن المبكس هو أنه سيكون هي عيشة بالهلوكس عالها في 50 سنة الأشياء قد تغيير صباحاً إنه سيكون عرضاً بإعطاء اللعين لا تهلوك تغيير التاسم لن تحرك الارض النوم هون والحلوx لا يگه italian ايها سيارة من أرزالة المهمة فرنا نتحرك الهلوx نجد أن الهولوج العامر وتقرأ البركترات حتى في ستقرات زوجتك رفع للفوق ولكن لنجد أن تحرك العامر أولاً هذه الليلت باسم جدارة المهمة مه LEA ترى المهمة وذلك الهولة السبتة هذه المهمة لا تقرأ المهمة تقرأ الاثنين في نفس الأعادة طبعا لأن السؤال البسيط هروح الحمام إزاي أول ثلاثة أربعة أسابيع عملت جاسترق بيباس خسيت وجاية تام للناحية التانية إن شاء الله I think scheduled liha الزبوال اللي جاي. If this was a small case, we can see this case. This is a 55-year-old. Deformity is getting even more. طبعا it's nowhere near the doctor Gamal. ولكن this is a severe deformity. دي ما بتلبس قزم خالص حتى الـ sorry, ال-slippers for her are cumbersome. هي بيتمشي حافية just because of this. طبعا لنا أنا تخيل إنو 55-year-old female هي مش غاية عشان الشك. She has severe pain. Definitely مش غاية عشان الشك. Anyway, these are her X-rays. زي منتو شايفين. Off-ended, the big toe, severe halux deformity, overriding with dislocation for second metatarsophalangeal joint with all standing X-rays. You should always never assess a foot and ankle problem except in standing radiographs. Please. Anyway, we went ahead. We corrected the surgery. Deacon, it's more brave. She decided to get خلصني من الاثنين. ربنا هو الشافي. خلصني من الاثنين في نفس الوقت. أنا مستعدة. I take the risk. And this was pre-will, post-operative. Alhamdulillah. The result was very gratifying. She's back to wearing normal shoes. Her pain has almost disappeared completely. Name is 75. Moira's anesthesia. She's anybody working to request anesthesia. فطبعاً يعني هي فهم إيه اللي هي يحصل الأنقح إنها والدة دكتور زميلي دكتور جراحة وفجأة قررت و هي سبعة تلاتة وسبعين سنة إن هي تعدل الرجل دي هي دياباتيك وكارديك وعندها بروريفوري الاسكولي كل دول رجل مرحلة لا تتعبع هذا المسكين مش بس عشان هي والدة دكتور زميلك بس عشان التلاتة بروبليمز بس عشان التلاتة بروبليتيز دول بس we had to offer her something لو أنتو لحظتوا من الأكسرين من الفوتوز الكالوزتي اللي على السكن تو والكالوزتي اللي تحت الفوت دول من الفلس distribution of the pressure فأكيد برضو تلاتة وسبعين سنة مش جاية للشكل لكن البين والريقران الريقران عملين لها مشكلة she was not as brave I was not brave I will not do except one foot at a time we went ahead we fused and corrected the first ray second ray third ray without a result post وبرضو هي she is coming to do the next one the other side after a month he is 110 kg the ankle pain was very severe the problem was in the bilateral genovarium the tibial torsion I couldn't correct his ankle his ankle is perfectly fine the problem was in his knee ودا طريقة المشو طبعا أستذتنا هتعرفو هي مش بس الجينو بيرم بصو الثرست the lateral thrust اللي بيحصل مع الويت bearing ودا بي رد تحت على الانكل and this is where he gets his ankle pain not from the deformity but from the thrust that happens with each and every step he takes طبعا دكتت الاليزاروف they are much better than I do بيحطو الاليزاروف بيعد تسع شهور almost I decided to go to the knee correct both in a three-dimensional plane and this was a result post-operative بضل الله الحمد لله the results pre-post ودا ما الشيطو I also did a lateral collateral ligament rethink يعني أفلت lateral collateral عشان ما يحصلش lateral thrust الحمد لله it's been one and a half years post the Gawiz where he's working fine in his life الحياة كان مدرب كورا هو لا يزال الحمد لله بس هو مش مصري وكان جاي عشان OCDD الProblem OCDD looks benign بس the problem is it's a shoulder lesion التراند بتاعنا is a mosaicplasty تاخد من ركبة أو anywhere else وتحطها بس this is a shoulder lesion يعني non-contained non-contained يعني ما فيش حيطة في التالث أقدر أحط فيها الغرافتة although it looks so small but this is the problem إن مش هنقدر نعمل OCD فيها الحياة نحن لنا تكنيك كده وهو برضو بطب الله تتوصف it's a osteotomy تنشي lateral تفضي السيست لتأكد ان الشدر ليس موجود تصدر لتصدر الوقت تأخذ بون من نفس التبية ونأخذ الperiosteum الكامبيم لير اللي الري 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 على البون هي دي اللي فيها كل ال potentiator cells ال growth factors ونقلب ها فبتحط end on على التالث ودال الperiosteum بيتخذ من نفس الفتحة fibrous layer هو اللي فوق cambium layer هو اللي تحت next the bone ودال في potentiator cells اللي ممكن تبقى progenitor لcartilage أو fibrocartilage cells وده بيتحط fibrin glue على الغرف زي من أنتو شايفين the rest of the ankle the rest of the tibial of the taylor cartilage is perfect it's only that the meeting that the that that the 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 anyway حسنًا أحد أخرى إنها عزيزة، إنها 49 سنة ديابتك لاحقًا، هذا هو مهم جدًا شاركو الأنكلا، ومد فت ورقرانة على اللاترال والدرسال ومدفعات مصر، لدينا محددة في المنطقة مدرسة، المنطقة المتحدة ومدفعات مهمة تقليلات ومدفعات الماضية هذا يصبب بالتخلصة وحرام إن العيان حتى صيكولوجي يتخيل أنه الجميع ولا يبدو بالتخلصة، والبط بعد التقديم المتحدثة للأسفل، كما ترى شاركو جداً جداً، حقاً جداً جداً جداً، هي جميلة جداً، هي جميلة جداً، هي جميلة جداً على جميلة جداً، وعشان كده بيحصل ألسر على الجانبية، وبيحصل على الدورس، لأنهما ملبسنها جزمة، تفضل لبساها طول عمرها، بقالها ثلاث سنين دلوقتي، وليس لا يكون جيداً. فبالتالي، يجب أن تذهب بسرقياً، يجب أن تتحرك المشكلة، الشاركو الهدف فيه stable plantigrade foot. مايب أشفي deformity فماعملش راس الدبوس اللي عمل الألسرation اللي عمل المشكلة. And so this was her pre and post x-rays. الحمدلله, as you can see, complete fusion في الانكل with subtalar joint, stable plantigrade, and she's back to work, الحمدلله, and back to her activity, and she still has her limb. One of, another case, we always tend to treat ankle fractures as very simple fractures. They are intraarticular. أو ماييثريش عن an intraarticular joint, shoulder, أو knee. It's an intraarticular fracture. A reduction في الانكل is very, very, very unforgiving. And لو عملت a fracture, knee, 2-3 milli off-ended, القondyle a little bit rotated. عشان يحصل له osteoarthritis, it takes maybe 10, 15, 20 years if it happens. In the ankle joint, one to two millimeters of off-ending or displacement. Within two years maximum, the patient is going to be arthritic. And so severely arthritic that there is nothing else but a fusion. We have to pick up these cases. a very badly done ankle fracture. Somehow, the problem is not going to go away. You're not doing what you should be doing. Do the x-rays. Look again at the x-rays. Tell us. Something is wrong. The problem. The immediate pre, the post, the sinus is completely deviated laterally. The medial space is open. The surgeon did not attack. less than this Moses. And this is two years. Two years. Not 20. Two years. And as you can see, Taban, he left the problem. He ignored the problem. The problem is not going to go away. The talus is completely or almost half. Look at the lateral view. It's completely eroded. The patient has lost the height. It has lost the convergence. and the skin condition. The immediate pre, even before the hospital. She is limping because of this. And this was a simple bimallular ankle fracture. Very simple. And this is where we are ending up now. It needs a certain way. It's a bone graft. The problem is, the problem is, the incorporation between the bone substitute and the talus. I restored the height. And I gave her a stable foot as much as I could. This is the fusion in three months. I think she's much better. I just want to show you that I just want to show you how the activity level is. And this was the WhatsApp. And, the one who wants to work, he wants to see his life. But we need to be a little bit cognitive of perception of the eye. this is one of the funniest things I have heard about physiotherapy without Onun with all due respect okay so say is here foot injury just get you to stand up for me you're standing wrong first of all you're standing wrong just walk to the end of the thing you're walking wrong so you're standing and walking your spine's in the wrong place your hips shouldn't be there see the way your hips are there so your stomach for me ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر